هيدلاينز هيدلاينز وهم العنوين الصدرة في صحفنا التونسية نبدأ معك هاجر بجريدة المغرب جريدة المغرب راجعت على المجزد مجزرة الخيامة في رفح اللي كانت مساء الأحد وأسفرت على وفاة واستشهاد أكثر من أربعين فلسطيني نازح من بينهم نساء أطفال العنوين كان تواصل الجرائم في ظل تواطئ غربي وانسحاب عربي في شأن الوطني اللي كان عنده علاقة بفلسطين بالتزامن مع زيارة الصحف وإلى الدحدوح وبعد مجزرة الخيامة في رفح تونسيون في مختلف الولايات يدينون بمحرقة الخيام ويطالبون بتجريم التطبيع فقط هنا إشارة في علاقة بزيارة الصحف وإلى الدحدوح فإنه غدوة إن شاء الله لاربع بشي يكون الصحف وإلى الدحدوح له زيارة لمهد الصحافة وعلوم الأخبار كما كان له لقاء البيرح مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وأيضا مع نقيب الصحفيين زياد الدبار على همش الزيارة هذه وإلى الدحدوح قال إن الحرب اليوم حرب كاشفة لأنها قامت بعملية فرز وأسقطت أقنعة عن وجوه مؤسسة كانت تتشدق بحرية الرأي والتعبير في الشأن الفلسطيني أيضا لكن في علاقة بالمجتمع الدولي وردود الأفعال المتاع واعترف إسبانيا وإرلندا والنرويج بالدولة الفلسطينية هل أن العالم سيتغير لصالح فلسطين هكا تتسائل جريدة المغرب في علاقة بالتغيرات والمستجدات في الأيام للفارطة حول أعلان الرسمي لعدد من الدول ومسندتهم الصريحة والمعلنة ومطلبتهم وحكمة العادة الدولية بتنفيذ قراراتها ضد الكيان المحتل نعجو أحنا للشأن الوطني من أجل شبهات تتعلق بغسل الأموال والإثر غير المشروع قضية جديدة ضد الإعلاميين بورهينة بسيس ومرادة الزغيدي هذه أبرز العنوين التي قرأها في جريدة المغرب اليوم تماشيا ألا ينتعى الصباح تماشيا مع التقسيم الترابي للأقليم نواب يقترحون مراجعة التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية سعيد يزور الصين بدعوة من رئيسها كيف يمكن أن تستفيد تونس كانت وزنة هذه المرة تعدد قراءة تعفاء وزيرية الداخلية والشؤون الاجتماعية في الاستطلاع العالمي للاتزان الرقمي 53% من سكان المعمورات عرضوا لمحتوى دار عبر الأنترنت نقرأ أيضا مجزرة الخيام في رفح الإبادة في المناطق الآمنة بين صباح الخير الافتتاحية اليوم معنوانها محرقة رفح وختم نهاية الصهيونية المتجبرة تكتب حيات السايب تحويل البريد التونسي إلى بنك مشروع قدير النور قريبا مهر الهمام إلى الصباح صهرة افتتاح معرجان قرتاج هريد بوشنيق لفلسطين خارطة طريق في الأفق والأنفراج وشيك وزير الرياضة يستقبل وفدا عن الفيفا والكاف ما بقي من الجولة 12 لمجموعة تفادي النزول الجنوية دفع ثمن انتلاقتها المتعثرة وزيمان ينعج حضوظ البقاء نقرأ أيضا دورة رونج في الدورة الثانية دون عناء بعد حدث مباراة القاهرة بعد حدث مباراة القاهرة ترجي يوضح بخصوص تذكر النهائي والأحباء الموقفين ناجي جوين يرد على هياة النجمة الساحل نادي الافريقي يطلب تأخير توقيت الدربي نتعدي لشروق نبدأ بالشأن الوطني نقرأ في الصفحة العاشرة بمشاركة رئيس الجمهورية قيس سعيد أربعة قادة عرب في الصين لدعم فلسطين في الصفحة عشرين ضمن تحقيقات شروق نقرأ في دوار هشر فقر وبطالة والأمل في الحرقة نبقى مع الشأن الوطني في صفحة 17 نقرأ وكشفتها عمليات جراحية في مراكز التجميل تورط أطباء والبوتوكس والسيليكون مهرب من تركيا في نفس الصفحة تقرأ لشبهات الإثر غير المشروع وغسيل الأموال تتبع أو تتبع جديد ضد بسيس والزغيدي في الصفحة نقرأ خطة اعتمدها برغيبة وبن علي تعيين كاتب دولة للأمن الوطني لماذا هكذا تسائل جريدة الشروق اليوم في علاقة بتعيين كاتب دولة للأمن الوطني في الملف الرياضي نقرأ خسرة معهما الترجي ثلاثة ألقاب ثابت كردوز أمام حساب عسيرة في شأن العالمي وتحديدا شأن الفلسطيني اللي نقرأ في الصفحات من الرابعة حتى للصفحة السابعة شهداء وجرحة في محرقة رفح وجنون الصهينة يتواصل الدور على مصر واحتجاجات في تونس تنديدا بمجزرة رفح طبعا هنا أدور على مصر في علاقة باستشهاد البارح جندي مصري في اشتباك أو جيش الاحتلال قال أنه كان اطلاق نار معناها على شكل خاطئ كانت عنده ردود أفعال كبيرة خاصة في المجتمع المصري هذه أبرز التصريحات وبلتو أبرز العنوين في أشروك لنقراوها اليوم من رادي نمشيو معلطان نقاول اليوم سبع أكسي إنغال aux services de santé l'innovation et le développement pour pallier les confusions structurelles نقراو أيضا ميدي سيكوري 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 رنسي ممسي بلوكي دو ثمي ممسي ممسي نقراو 26 فرم francophone دو لنسي المراب لنسي رنسي رنسي ترجمة 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 ترجمة